اشتركوا في القناة القادمة أيضاً للمشاركة العالمية معنا الدكتور عبداللطيف هنا وعضو اللجنة العلمية لمادة الرياضيات بالأولمبياد العلمي السوري يسعد صباحك دكتور يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين صباح الخير دكتور بداية مبروك الإنجاز الأخير ومبروك أيضاً الجوائز يلي حصلت عليها دائماً هنا التمييز وأبداع من السوريين وخاصة بظل هذه الظروف أثبتوا وجودهم وأثبتوا أبداعهم خلينا نحكي عن المشاركات كيف كانت المشاركة وكيف كانت التحتيرات بالنسبة للمسابقات الأولمبياد الآسية والمحيط الهادئ والمحيطة على المحيط الهادئ تعتبر المسابقة هي من الثاني المسابقة من ناحية الأهمية بعض العالمية طبعاً فيها عن المسابقة البلقون كمان وبالتالي هذه المسابقة تعتبر من المسابقات القوية جداً بمستوى الرياضيات عادةً هي حالياً هو التنظيم الثلاثين يعني لهذه المسابقة صلى ثلاثين سنة مقامة بالأمبياد الرياضيات حالياً مترأسة لهذه المسابقة هي دولة المكسيك في تنوب على ترأس هذه المسابقة دوري طبعاً هذه المسابقة بتشارك فيها من أقوى الدول في آسيا مثل اليابان مثل ماليزيا مثل سنجافور حتى نحن عنا في دول كتير مهمة على محيط هذه المكسيك والأرجنتين والبرازيل فالمسابقة تعتبر المسابقات القوية جداً الهامة جداً وهي يعني نحن بنظر إلى أنه هي كمرحلة تحضيرية طبعاً هنا هي المسابقة توازياً مع المسابقة العالمية وليست هي يعني مرحلة انتقال من المستوى الآسيوي للمستوى العالمي وإنما هي مسابقة مستقلة بحت ذاتها نتائجة إلى وزن على المستوى العالمي إلى وزن حتى على مستوى الجامعات العالمية بتأخذ فيها وبالتالي نحن مشاركتنا إنه كمان نظر إلى من طرف تاني إنه هي كمان فرصة للطلاب إنه يشاركوا لحتى فعلاً يجربوا حالهم قبل الدخول للمسابقة العالمية تماماً بس هنا دكتور يعني الطلاب يكونوا مهيئين من هون دايماً بنعرف يعني الاختبارات يلي عم تكون ضمن المراحل والاختبارات الهرامية يلي عم يقوم فيها الطلاب هنه عم يتحضروا للعالمي وعم تحضروا لمستويات عالية أيضاً جوائز كمان هلأ فعلاً الطلاب صار نحن بيعني بهيئة التمييز والإبداع وبالتالي بإدارة الأولمبياد العلمية صار فيه استراتيجية صار فيه نهج عمل واضح لتأهيل هؤلاء الطلاب طبعاً تأهيله نحن صار فعلاً يعني نحن التمييز موجود الإبداع موجود عند الطلاب وأنما كيف نحن ممكن نحطهم بأجواء هكي مسابقات كيف ممكن نحن نآهلهم كيف يتعاملهم مع مسائل مثلك مسابقات التأهيل نحن هلأ صار بصورة عامة الأولمبياد نحن يعني خلينا نقول التطور والأفق والشاقولي صار كتير كبير يعني نحن ممكن صارنا عشر سنين منشارك على مستوى العالم وهالمسابقات التحضير يعني صار على فكرة كان ممكن يكون بالبدايات كانت مهمتنا صعبة أما هلأ منقول نحن مسؤوليتنا هي الأكبر صارت كانت مهمتنا صعبة لأنه كان المشروع لسه مطروح بداياته كان في لازم ننشر السقافة هاي لازم الطلاب تعرف شو ما هي هذه المسابقات فكانت مهمتنا شويها صعبة لحتى وصلنا له الانتشار هذا أما حاليا صارت مسؤوليتنا هي أكبر خلينا نقول لأنه فعلا نحن عندما نصل على نتائج كتير مهمة على مستوى العالمي صارت هون نحن نحط بمسؤولية أكبر أنه هذه النتائج لازم تكون بالسنوات القادمة أفضل والطلاب هنا عندهم الدافع الكبير يعني بتصور كل خلينا نقول المناخ للتفوق والتميز على المستاحات العالمية موجود وبالتالي تحضيرهم يعني نحن كان في معسكرات تعرف حضرتكم وواكبتوا هذه التحضيرات يعني بالملتقى الملتقيات لعبة نظمة إدارة الأولمبياد بهذه التميز والإبداع هالملتقيات هي هدفة أنه كيف نحن الطالب بيحاكم المعطيات المسألة في إيجاد الحل وبالتالي التحضيرات كان على المستوى الآسوي كانت تحضيرات جيدة والنتاج اللي حصلنا عليها على فكرة يعني مثل محصولاتي حضرتك 22 برونز و14 تأدير بهيك مسابقة هذا يعتبر إنجاز كتير كبير وخصوصا نحن قياسا لبعض الدول الأخرى نحن يعني ما صلنا هالباع الكبير بالمشاركات الدولية فالنتاج تعتبر على مستوى العالم كتير ممتاز يعني يا دكتور مثل ما ذكرت كانت هذه المسائل المطروحة من أهم المسائل يلي انطرحت عالميا يعني خلينا نقول كيف قدرتوا تواكبوها داخليا يعني لتقدروا إنه تكون تحقق شيء ضمن المستوى المطلوب يلي نحن بدنا يعطي يعني فعلا مثل ما أفضلي يعني المسائل المطروحة كان على المستوى الآسوي وحتى العالمي يعني الآسوي مسائله لا تقل صعوبة أو تعقيد يعني من ناحية الفكر يعني بأصدهون ما بقى الأهمية عن المسابقات العالمية الطلاب صاروا معتادين لأنه نحن بالبداية يعني قبل بشوي كنت عم أحكي أنه بالبداية كانت أن الطالب هو اعتاد على أنه يحل المسائل نحن نسميها بالتحصيل الدراسي نعتبر أنه شيء محلولي يعني فكرة الحل موجودة عنده ويكتبنا بمدارسنا رغم أنه يعني أوكي يعني بوزارة التربية يعني موجودة مناهج على مستوى عالي جدا بس دوماً المناهج في وزارة التربية يعني في التحصيل الدراسي هي دوماً بتعطي فكرة الحل موجود ولكن الطالب هو بدي ينفذ هذه الفكرة أما بالأولمبياد وهيك مسابقات فهو بدي يخلق الفكرة خلق يعني هو بدي هو فكرة الخلق فكرة الحل الترائق العلمية هو اللي بدي اكتشفها هو اللي بدي يصنعها هو من خلال المعطيات يعني لازم يكون عنده قدرة هائلة على تحليل المعطيات بالمسألة لازم يكون عنده قدرة هائلة على الربط على التحليل وبالتالي يعني أنه هذه المواكبة يعني بالنسبة للمسائل اللي طرحت بالآسيوي وعلى فكرة يعني أخدي بالنهج حتى أني أتطوره بطرح المسائل اللي بتعتمد على الرياضيات التطبيقية يعني هني بيهمهم أنه كيف يطبق الرياضيات وطبعا هذا توجه صار علامي وهذا مهم جدا نحن الرياضيات ما بصير نظر لأنه هي علم مجرد إذا ما نظرنا أنه علم تطبيقي بيخدم العلوم الأخرى ما بكون له نتاج لذلك المسائل هاي يعني يتعتبر من مسائل الرياضيات التطبيقية من مجال كتير كبير وحتى الطلاب يعني تدريبهم وتأهيلهم أو مشاركتهم بهيك مسابقات صار هو عنده القدرة الكبيرة على يعني حل المشكلات العلمية تماما بتأكيد يعني كان طالب الأولمبياد بيتميز عن غيره من الطلاب بطريقة تفكيره وتحليله العلمي وأيضا هذا الشيء بنعكس على حياته الاجتماعية والأسرية والعلمية ومحيطه أيضا بيختلف بصير بينظر لنظرة غير دايما يمكن طلاب الأولمبياد بس يخدوا هالتجربة بينصحوا رفقاتهم دايما أنه شاركوا وخدوا هايك تجربة لأنه بالفعل رح تغير هذا كلام كتير مهمة بصراحة كتير مهم لأنه نحن ما بصير ننظر للمسابقة أنه هي صحيح نحن عندنا نحن تطلعات ونتباهة بتميز طلابنا نتباهة بارتفاع عالمنا عالي بالمحافة الدولية بس كمان في جانب تاني على كيف تسقل شخصية المشارك الأولمبياد هو بعلم المحاكمة المنطقية العالية المرونة بالتفكير يعني إذا كان لنحيا على رياضيات هي بتنظم التفكير بتهزيبه فهذا أكيد بيعطي له الشخص اللي داخل بيك مجال رح تسق له تعطيه صفات خاصة رح تكون محاكمته عليه المنطقية رح يكون تفكيره كتير مرين ممكن حتى على الصعادة الشخصية مهما كانت المشكلة قدامه خلينا نقول معقدة أو كبيرة هو عنده تطلع وعنده يعني خلينا نقول أنه ثقة أنه هالمشكلة هي رح تنحل مثل ما فضلت حضرتك حتى لو ما كانت نحن عم نتحكي علمية على جانب الشخصي مشكلة بسيطة بين يعني اقتصادية مشكلة حتى صار يطلع الظواهر الطبيعي أنه ممكن يكون يفكر بحلها وبالتالي أعطته يعني هيك صفات التفكير المنطقي المتزن مثل ما قلت يعني الرياضيات حتى بتهزب تفكيره وبتمظمه هذا بيعطي صفات أنا بشوفة كتير مهمة للدارس بالأولمبياد وحتى هذا يعني على فكرة بشمل لكل الأولمبيادات حتى بالفيزيا بالكيميا بالمعلوماتية بالبيولوجيا بس ربما يكون الرياضيات المحاكمة المنطقية فيها اللي هي الأعلى فبتعطي صفات كتير حكا دكتور يمكن نقطة مهمة وأي طالب بيتباهى وقته يحصل على جوائز عالمية اليوم كيف كان الصدى بالخارج سوريا رغم كل شي عم تمر فيه ورغم كل الظروف الصعبة والطلاب اللي مرت عليهم ظروف صعبة هنا حققوا إنجازات علمية وأيضاً عم يحصلوا جوائز كيف كان يكون الصدى بالخارج هل الصدى يعني الصدى أولاً من نشوف نحن انطباع الآخرين علينا وانطباعنا نحن ضمن الآخرين كيف هو وين من خلال يعني سفرت ومشاركتكم نعم بالنسبة للعالمي نحن على فكرة بسنة الماضي بريو دي جانيرو بالبرازيل كانت نتائجنا كتير مهمة وحتى يعني نحن دوماً في عنا شي يعني رقم قياسي عم نحققه نحن سنة الماضي بالبرازيل الأحد المسائل اللي هي مسألة الهندسة كل طلابنا له حل كامل يعني أخدوا العلامة الكاملة لكل الطلاب وهذا يعتبر إنجاز جديد بالنسبة إنه ويعتبر إنه في قليل من الفرق اللي بتقدر تاخد بمسألة إنه كل طلاب هي حلوة هذا كان إنجاز كتير كبير على الصعادة الشخصية للطلاب وكيف يعني على منصات التتويج هاي يعني ما بتصوروا كيف يعني بهيك ظروف نحن الطالب عم بقدر يفرض وجوده ضمن هالمحافلة القوية جداً اللي متواجدين هونيك من طلاب من غير دول يمكن إحنا كان لنا نصيب لإستضافة بعض الطلاب يلي حق قوي اللي مثل ما ذكرت حضرتك وحلوا هيدا المسائل استغربوا هونيك بهيدا القدرة إنه أنتوا عندكن حرب وجايين تتعلموا أنتوا عندكن حرب وجايين تحلوا مسائل يمكن هاي أكتر شي لفتت نظرهم بريو دي جنايرو بتذكر هذا يعني أنا ما بقدر بنقلكم الصورة كيف ممكن يعني الليدر للكوري بيجي بيجي ببارك لي بقال لي أنتوا كيف بيهك ظروف عبتحقوا هاتي نتائج وبيك بها السرعة هاي كيف ممكن يكون حتى يعني الماليزي التايلاندي اللي صر لهم زمان كتير بالألم فيها صر لهم زمان يعني في منهم صر لهم أربعين خمسين سنة بيشاركوا فهني حتى فعلا يعني علامة الإنبهار علامة الاستغراب أنه كيف أنتوا كيف عم تحصي كيف مدارسكم شغالي وطلابكم لسا عم بتميزوا هذا فهذا أنا بشوفه يعني أنا حتى عم بيجو بباركوننا إن كان لطلابنا ولا إنا يعني ما بتصوروا الشعور اللي أنا نحن عم نثبت لهم أنه نحن مدارسنا شغالي وتميزنا لسا نحن عم نوصل يعني بها الظروف هاي نحن حاليا نحن حققنا على فكرة السنة هاي نتائجنا أفضل من السنة القبلة دائما بيتصاعد وهذا الشيء اللي اللي فعلا بيعطي انطباع علينا كتير مهم وهذا يعني هذا ببراهين يعني المسائل اللي عبر له والطلاب مو مسائل عادية يعني يعني ما بعض إذا السادي مشاهدين يتصوروا أنه يعني مسائل ما مطروحة بأي مرجع على الإطلاق يعني الفكرة حكماً الطالب هو بدي فغرة الحل هو بدي يولدها هو بدي يخلقها وبالتالي المسائل إذا كان الستة عبر له مسألة كاملة هذا إنجاز كتير كبير كمان دكتور يعني في بالإضافة للمشاركة اللي قمتوا فيها مؤخراً كمان عم تحضروا للاي ام او لمشاركات مشاركة عالمية رح تكون السبت المقبل نحن جاهزين فريقنا انتهى بملتقى التدريب والتأهيل جاهزين نحن للسفر همته للشباب كتير كبيرة وتطلعاتنا مشروعة بتصور صارنا نطلع نحن إذا سنت الماضي حصل أحد الطلاب على الفضة نحن صارنا نطلع الدهبة بصراحة يعني وهذا تطلع مشروع يعني ليس بس أماني عم نحطها قدمة نحن الواقع والحسابات نحن رياضيات فنحن عنا معطيات يعني كتير قوية انه ممكن نحصل نتائج كتير مهمة فريقنا جاهز نفسيته كتير دكتور ما بتصورش قدم بقى يعني قبل ما زيلة هون عبنة نصبح معي انه كيف دكتور منه نطلع وحابين فعلا يوصلوا لهونيك لحتى يعني كتير مشوئني خطوة لهالتجربية أمو هالتجربية وإنما هالمسابقة لانه في طلاب سنت الماضي يشاركوا وحابين ياخدوا أكتر يعني في بعض الطلاب شاركوا أخدوا شاهد التأدير وحابوا تطلعوا لبرونز وفي ناس شاركوا أخدوا شاهد الفضية وحابوا تطلعوا لده فعلا في عنا فريق كتير قويستاني يعني إن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق دكتور حتى نتمنى لكم الفوز برومانيا أكيد دائما السوريين عم يرفعوا علم بلدهم بالعالي بإبداعهم بأفكارهم وبطموحهم عم تطمحوا للذهبية وإن شاء الله يا رب بتاخدوها دائما طالب الإنوبيات العلمي مغريبة عليه أبدا التفوق والإبداع والتمييز نحن نتمنى لكم كل التوفيق دكتور عبداللطيف هنانو عضو اللجنة العلمية لمادة الرياضيات شكرا لكم